بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة ونحن نقترب من أيام شهر رمضان المبارك وقبل بداية شهر رمضان أنت بحاجة كبيرة إلى هذا الذكر الذي يذكره علماؤنا العلام ومنهم آية الله الشيخ بهجة قدست روحه الزكية كان آية الله الشيخ بهجة ينصح جميع الناس المؤمنين والمؤمنات قبل أن تبدأوا بصلاتكم قبل أن تبدأوا بالصلاة توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وقولوا يا الله إنا نقسم عليك بصاحب الزمان سلام الله علي أن توفقنا لهذه الصلاة وأداء هذه الصلاة كما تحب وترضى ثم تتوجه إلى صاحب الزمان سلام الله عليه وتقول يا مولاي يا صاحب الزمان اشفع لي عند الله بقبول هذه الصلاة بأحسن صورة وهكذا الله سبحانه وتعالى يعينك وصاحب الزمان يعينك في أداء صلاتك بخشوع وخضوع وتوجه حقيقي إلى معاني الصلاة العظيمة والتي تؤدي بعد ذلك إلى استجابة الدعاء لأن لك بعد كل صلاة فريضة دعوة مجابة كما جاء في روايات أهل البيت عليه السلام كذلك هذا ما يذكر في شهر رمضان أنت بحاجة بأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى قبل بداية شهر رمضان وتقول يا الله أقسم عليك بصاحب الزمان سلام الله عليه أن توفقني لصيام شهر رمضان وقيام ليله كما تحب وترضاه وتتوجه لصاحب الزمان سلام الله عليه وتقول يا مولاي يا صاحب الزمان اشفع لي عند الله بأن يوفقني لصيام نهار شهر رمضان وقيام ليل شهر رمضان كما يحب ويرضى هذه الكلمات أنت بحاجتها وبشكل يومي سواء في هذه الأيام وفي أيام شهر رمضان وسوف تدخل في أجواء شهر رمضان بأحلى صورة بروحانيات وأجواء ملكوتية وكذلك الله سبحانه وتعالى يجعلك من المستحقين في مسألة استجابة دعائك لأن لك في كل إفطار بعده دعوة مستجابة لذلك عندما تطلب العون من الله وتطلب كذلك العون من صاحب الزمان فهذا أمر مهم جدا جدا لأداء الفرائض والعبادات ونحن مقبلين على شهر رمضان بأحسن صورة هذا ليس بالأمر الغريب والعجيب كان المولى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يوصي مولانا الإمام عليه عليه السلام مثلا يقول يا علي عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل ثم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول يا رب أعنه وهو علي بن أبي طالب عليه السلام يدعو له النبي ويقول يا رب أعن علي بن أبي طالب على الحفاظ على صلاة الليل وأداء صلاة الليل فإذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام يحتاج إلى هذا العون من الله فكيف نحن بحالنا ونحن نحتاج أكثر بكثير يعني أن نتوسل أن نحصل على هذا العون الإلهي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لهذا الذكر بشكل يومي إن شاء الله برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام